اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني التأمل يعني ان انت تركزي كل افكارك و احسيسك في حاجة ايجابية وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثات وتبقى دماغك فاضية ما فيهاش اي حاجة طب ما انا اسيسا دماغي فاضية ما فيهاش اي حاجة من غير محزق بالزيودة مش قصدي فاضية ازتافها كده قصدي فاضية يعني صفية عندك سلام داخلي ريلاكست لحد من اللي تتحكم فيك وترجعي لها في كل حاجة نفسك العليا يا حبيبتي يا نيلي انت طلع عندك عليا ومخبية علينا طول الفترة دي فكرتيني بناشوة الله يمسيكي بالخير يا ناشوة كتعبنا زيك كده بالزبط بس هي با كان عندها عليا وسفلة بس دي الله ومحفظنا نص شرعلي مين وقع وكلت عيالها والله يبريك له عم عطي خدم الجامع هو اللي طلع منها العليا والسفلة كله ايه بنتي اللي بتقولي ده انا ما عنديش عفريت صدقيني يا نيلي انت مش حاسة بنفسك هو ده قارينك قارينك اللي جواك اللي كان بيدحك زي ناشوة بالزبط لذا كنت بقاعدة معاه في الكافي فجأل يا بتدحك بس الدحكة بتاعيت ايه بقى ايه خشنة ده السفلة عشان انت العليا حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتاشن اسمه مديتاشن الدحك يعني ان انا افضل ادحك ادحك قبل ما نام عشان اطلع كل الناجتف انرجي لجوايا ولما ازحى بردو ادحك قوي عشان أخد بوزيتيف أنيرجي على فكرة الاكتسايز ده لو قعتي تعمليه لمدة ثلاث شهور انت مش فاهم الناس هتقولك ايه كل حد هيشوفك هيقولك شريهان ازاي حلويتي كده ازاي وشك بقى منور وجلوين كده ثلاث شهور حلوة فيهم؟ ايوة ده انا روزبت اسبوعين بس على ماسك جنين الامح مع صفار بيدا هيبقى وشي بدر منور كده هيبقى شبه مدام ميادة الحناوي شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك من فضلك نامي بقود في النور فصلتيني حيوينة اه 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 في هنا اه هه اه 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 haver اه يا نيلي اللي احنا بدأت كوفة دي استنوا بقى لما اكلموا ألو أيوة يا عب عزيز انت في المينة؟ احنا وقفين عند البوابة هو خد نيلي عايزة تكلمك أنا المشيك خدي أيوة يا زيزو انت كمان وحشتاني قوي احنا مستنينك can't wait to see you ده مش فرنساوي على فكرة ده انجليزي باي لزج وغبي ومشلة ومعصب بوس يا نيلي احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه وانتي تفضلي مع عب عزيز إلا حبل اللي انت بتقولي ده تسبييني مع عبد العزيز ده يعني ايه انت عارف لو حد عرفوا شافني وانا وقفها معا وافتكرني سحبته وعيبق شكل ايه ده اللي همك لا بقولك ايه انت لازم تفوك كده لازم تلهيه عنينا عشان ندخل وضوع على الفلوس وقال له هنلاقيه بينطلنا كل شوية ويشوف احنا بنعمل ايه لازم تميني مع الراجل وتدي له ريق حلو وما تسألنيش يعني ايه ريق حلو عشان انا مش عايزة اقرف انا مش فاهمة يعني ايه ادي له ريق حلو يعني انت غديه على حجر كده اخده على حجر ايه حيوانة انت يا ستي انت فاهمة غلط على فكرة هي مش اصدق اي حاجة عيب هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قصية ومملة فانت يعني تتدلع عليه وتتهوني وتوريله مثلا حتة من الكتف حتة من السمانة حتة من الورثة ايه اللي انت بتقوله ده دي انسانة محترمة مش معنى ان بوقها محبوس معنى كده انها ببيع نفسها ابيع نفسي ايه متخلف انت كمان يا جماعة انتوا فاهمين غلط على فكرة ومكبرين الموضوع انا قصد يعني اننا مش عملين كل دهوت عشان الفلوس خلاص ماجوش بقى تلوقتي وتعصلكم خلاص خلي خطبتك بقى تباين الدبوس والسمانة ولا ولا ملكش ضعب خطبتي ولا بدبوس خطبك واش معنى انا شماعة انت حب بقى قولهم بقى مين انبارح اللي كان مباين واركي وصدري ودبوس يا عم السوبرمان بس ايه اللي حصل انبارح؟ تخيالي يا نيسة انيه اللي وقف على طرف السرير ومصمم منه بس مفيش حاجة حصلت انبارح هببيع نفسك؟ اكيد مش هببيع نفسي وما اتتوهش ايه اللي حصل انبارح؟ انا مش بتوه انت اللي بتتوهي عشان انت عايزة تببيع نفسك بس 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 خلاص عبدالعزيز جي سكتوه حتى مشيته كارثة شروخان قوي وبعدين هو لابس ندار ليه بالليلة عامل ليدك يا سلام هتبقي زوجة رجل مهم ياه انت قاعدة قدام عشان تببي اول واحدة تشوفيني شفت بقى؟ طب خشي انت هتعمل ايه؟ هاعط جنبك عشان ما نزنقش الجماعة ورا ها عشان ما تزنقش الجماعة ورا هتوعد على رجلي؟ اه لا يعني انا سوفايف بس خديني جنبك سوفايف ايه؟ هو ميكروباز؟ انا اسف ما عرفش ان انا واخد اتنين قدام هاعط ورا وعيني عليكي اوكي خشي جوا باش عشان نزل القريب انا ادخل يا سامي اهلا اهلا افتح يا غني ادخل ادخل قلباش بس هنا يا ستسين بس افضلوا ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه متشكرين قوي عبدالعزيز تعبناك معانا خليك انت بقى هنا عشان تريقبلينا الجو لو فيه حاجة تقولانا وانت يا نيلي خليك هنا مع عبدالعزيز عشان تونسيه طبعا انا تحت امر عبدالعزيز طب يلا يلا بينا احنا قبيعي نفسك يا نيلي بس بقى بطل خلاص ما تزبلوش العربية اوكي يلا انشاء شرهين خلي بالك على جاكت بتاعي اوه يحصل له حاجة هاي يا زيزو ماذا ماذا؟ تحب قونسك هنا ولا اونسك في العربية? والله سواء المحير اخاف اقولك اقولك وانسيني في العربية يطلع هنا احلى لما تجي نجيب العربية هنا واتونسيني هنا في العربية انا مش فهمة منك حاجة تعالا ترمي هنا الحلوي ويع يا معلم مو كنت تبعد عني شوية يا السلام من عيوني لأ يعني خلي فيه highlighting betweenي وبينك فهم呀insi أيوة فاهم طبعاً من عندي كمبيوتر إس بيس يعني مصطرة أهو المغزن أهو يلا يلا هذا يكثبي كينزة كينزة بقى فقى يعلبة في العلب دول أليسين والكونتونر المرسومة في القصة مكتوب على رقم 19 يعني الكنز في الكونتونر هنا مرسومة على رقم 19 لا 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 نحن ندور على المكتوب على رقم 19 انت غابي ما انا لسه قيل كده ما تعملش نفسك زكي انت غابي غابي بس عملي انت عمال بتتكلم بس يوه احنا جايين ندوع على كنزي يعني مش فاضين لعب العيال ده يلا ياسمي اي يا عم خضيتني انت خضيتيني مامكن شلي الكشاف ده بدن على وجهك عشان شكلك مرعب قوي بتخاف؟ يييه بس ما تخوفينيش مجرعبينيش مش نعيس انا طب بقوللك ايه لقيت حاجة؟ لا ملقيتش اي حاجة ولا انا طب فين هاني؟ مش عارف هاني هاني انت يا زيفة ايه لقيتو حاجة؟ لا وانت لا لا مفيش حاجة طب كملوا كملوا ماشي بس انا واخد على خطري يا بيتي يا ننة اولا انا مش بيتي ومش ننة يعني ايه واخد على خطري يعني نفسيتي تعبانة خدت والله خدت جود فريو وبنا دور كوند فلو ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك ليه يا زيزة هو ايه اللي حصل بابعتلك طلب صداقة على الفيز وانت ما تقبلهوش انا مفتحتش فيسبوك من امبارح ما لش انا اسفه لا يبفتحي وابصي على الكونباوند بتاعي ابص على ايه الكونباوند انت ما عندكش كونباوند على الفيز هو اللي على الفيز ده اسمي كونباوند اه معروفة ولا على انستجرام كونباوند بردو ولا على تويتر اما اللي بنسكن في اسمه ايه لا ده بلوكات ابقى بس افتحي كونباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحجان الف سلام عليك امين الاحجان بيان Turk ومن انستجرام كونباوند انت وtimer- Official ده مش لقيه خالص يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني مستحيل الرقم اللي موجود في القصة رقم تسعتاشر يوه هو جدي ده غوي فرهادنا ودايماً يفقى مارتنا بفازلكتو دي استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي راجل تافيه اصلا ما تحتاجم نفسك يا ديانت ياه انت لسه شات ما جدك من شوية قدعي على جدي واقع اللي يقول امين انا ما قلتش امين انا قلت انتو بتقولوا ايه ده انتو لو مالشين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده يا جماعة احنا بندور على كنز كنز شوفوا هنعمل ايه انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جوه ايه نفتح كده هي عيلة بتونة احنا لو قدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثة طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا هافتحها بس امش فاهمي يعني اعمل ازاي ياد ما هي الكناتر هي واد دة كنتر ودة كنتر ودة كنتر لا تكون تين мерز زوردز كنتين мерز مش كاناتر لياد كانتر ياد مالا اقطائي كده ليه كاناتر زي كاناتر الخيرية هانه اسوسو هاني شريهان تعالوا شقلبوني نعم بقولكو شقلبوني شقلبك دقيقة ما تزبط كده خلاص ما تشقلبنيش انا عرفت الحل الحل بالمقلوب ما فهمناش حاجة يا ابني سهلة وبسيطة تعال شقلبك عشان تفهم تعال طب ما تيج انا شقلبك شقلبة مش هتعرف تتعدل بعدها انت فهمت ايه مش قصدي على فكرة فهمتلي في دماغك لا مش دهلي في دماغي يا حبيبي بص انا فهمك الكونتينر راكم واحد وستين دوت هو اللي فيه كنز مش هتفهم انت لما تقلب الواحد وستين دي هتبقى تساعتاشر الرقم اللي موجود في القصة زي كل الغاز ميكي الحل بالمقلوب يس 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 اشتركوا في القناة 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 يلا